ما الذي يجمع بين الإمارات وإسرائيل وتركيا في القرب من روسيا تقول العرب في هذا العنوان اختارت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وتركيا استراتيجية متشابهة إزاء الأزمة الأوكرانية فهي تلوم ضمنيا روسيا على التدخل العسكري وفي الوقت نفسه تسعى لإبقاء موسكو في صفها ما يفتح الطريق أمام ثلاث واسطات بأهداف مختلفة ومصالح متباينة وبرزت الإمارات في البداية كجهة أولى تظهر اقترابها من موسكو من خلال قرارها الامتناع عن التصويت لإدانة روسيا في مجلس الأمن الدولي في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وأظهرت من خلال ذلك موقفا بعيدا عما تريده الولايات المتحدة بالرغم من مساعي الأمريكيين لإقناعها بالتصويت لفائدة مشروع القرار المعروض ويقول مراقبون إن الموقف في مجلس الأمن أخرج البرود الذي يطبع العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة إلى العلن ويرتبط هذا البرود بعدة مواقف أمريكية قادت إلى توسيع الشرخ بين البلدين ومنها الامتناع عن تسليم أبوظبي مقاتلات F-35 بالرغم من تعهد أمريكي سابق بتنفيذ الصفقة والاتفاق على كل تفاصيل